ده الوضع بالنسبة ليه الطريق الى الكأس يا جماعة الصورة صعبة مش شاف حاجة مش ساعة حاول اوه طيب هنقول مثلا اروح نروح نشوف اوه يلا ماشي تعال الحتة بتاعتنا اللي تحت دي مصر هتلاعب تاني المجموعة السادسة اللي هو مين اللي انا كنت ديسة بحكي لكم فيه من شوية كونغو او مغرب او زنبي طيب لو باذن الله ربنا يا ربي اكرمنا كسيمنا في دور الستاشر هنلعب مع الكسبان في دور التمانية من غنية الاستوائية وغنية يعني اللي هيكسب من غنية الاستوائية وغنية هنلعبه في دور التمانية لو كسيمنا ان شاء الله يعني يا الكونغو يا زنبيا غالبا يعني حلو طيب هنلعب مين بقى في نصف النهائي او اسمه منور او اسمه منور في اين او غالبا المنتخب السنغال طبعا المنتخب السنغال هيمر على دور ستاشر وهيمر على دور التمانية لحد ما يجينا فنصف النهائي لو اعتبرنا الأمور مش الطبعية فالسنغال هتصل لنصف النهائي ومصر هتصل لنصف النهائي أيضا وبالتالي يتقابلوا في نصف النهائي لحد النهائي وساعتها بقى بالشكل التخليدي يعني وبالشكل العادي ممكن نلاقي المغرب في الفايد نحن ممكن نلعب كالتالش الكنر أزاميا لو قسمناهم نلعب مع غينيا الاستوائية أو غينيا لو قسمناهم نلعب مع السنغال لو كسمناها نلعب مع المغرب ده تصور الأحلام يعني أو تصور اللي في دماغي يعني كل ده ملوش علاقة بما يحدث في أرض الملعب عشان أرض الملعب في هذه البطولة تحديدا بتقول حاجات تانية خالص